قبل أن يدخلوا في معترك الحياة العملية ولإيصال عدد من الرسائل وأهمها أن الطب مهنة إنسانية بادر طلبة كلية الطب في جامعة المثنى المنتمون إلى الجمعية العراقية لطلبة الطب لتنظيم مبادرة في إحدى الحدائق العامة في مدينة السماوة تضمنت الفحص المجاني لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم الهدف من هذه المبادرة أنه أكل كثير من الناس هنا بالمحافظة أو عموم العراق تقريبا يعتقدون أن الأطباء مبالغين بأسعارهم ومبالغين بتعاملهم أو عندهم شوية من التكبر ضد المجتمع فأحنا نريد نبيللهم هنا أنه نقدم لكم شيء مجاني وشيء خدمي للأخوة الموجودين منظمة طلابية للتوعية الصحية للناس وأول أهدافها هي كثر الحاجز بين المواطن والطبيب أنا استفادت منها كطالبة أن هذه المنظمة كتوعية الصحية وكزيادة خبرات وتنمية قدرات بالجانب العملي أضافة إلى الجانب النظر وبمرافقة الفحص عن هذين المرضين اجتملت المبادرة على التوعية من مخاطرهما وأهمية الكشف المبكر عنهما فضلا عن الإرشادات المهمة لتجنبهما العناية بصحة الأسنان كانت محورا آخر في هذه المبادرة هدفنا أنه توعية الناس أن هذه المحافظة تحتاج توعية أكيد قلت تواجدتهم من المستشفى لأن وجودهم من المستشفى يجبون حالات متأخرة فهنا أكيد بمجتمعنا نلقاها مننا ونوجههم على هذا الشيء وبأهمية واضحة ينظر الأهل الذين شاملتهم هذه المبادرة حافين على إطلاقها في مناطق متفرقة من المحافظة والله فأجينا نلقين الشباب ما شاء الله صلاة عنا بمبادرة ممتازة وأنا جيت فحصت سجاد فحصت سنانة وشخصوا الولدهم تشخيصهم كل شي حلو كان وصحيح حتى البي سكر ضغط اليوم يعني من وجوكه ما يطيبه ينزل كله يروح أنا استفاديت مثلا ش أنت أقول يعني الضغط مالت يعني من زمان ما فحصته هذا الشيء مناسبة جيت أهلي وفحصت الضغط والسكر أقول الحمد لله أنه أنا جيت وكان عندي الفرصة الرسم على وجوه الأطفال وعرض بعض النتاجات الفنية للأعمال اليدوية وجدت مكانا إلى جنب المضامين الطبية والصحية في هذه المبادرة من السماوة أحمد السعيدي ألا